موسيقى مرحبا مشاهدينا ومشاهدي قناة هلا وبانيتي جروب مرة جديدة منلتقي مبسطين مع هلا مثل ما تعودنا تنين أربعة مثل اليوم طبعا وخميس غدا أكيد تكونوا كتار على الموعد دايما تحياتنا لكل تاكم قناة هلا اللي بتعبوا معنا كتير لنكون عندكم بأحلى صورة وأحلى صوت وطبعا تحيات لكل تاكم بانيت جروب كمان اللي عم بتابعنا وكل مشاهدينا وين ما كنتوا من العالم تحياتنا لكم جميعا في الإعداد والتقديم معكم باسيم ورح نبدأ أربع فقرات إن شاء الله ما يدهمنا الوقت أربع فقرات من هاللحظات مثل ما تعودنا دايما حتى السابعة إلا عشر دقائق تقريبا ما قبل برنامج هذا اليوم الإخباري. خلونا نبدأ مشوارنا وطبعا مثل ما بتعرفوا من أسبوع تقريبا بلشنا مع اتصالات هاتفية. تذكروا دايما الرقم للاتصال المباشر 097-993-993 وما تنسوا طبعا الرسالة النصية مع الهاتف الزكي لقناة هلا من أحلى مشاهدين أزكية ومشاهدات أزكية أيضا 058-392 058-4051 من هاللحظات بعد ما تسمعوا الفقرة الأولى سهل جدا السبع سبع. لو ضعفة شو السبع طبعا معروف السبع بيضل سبع حتى إذا كبر بالعمر وضعفة أنيابه. ضعفة مخالبه أو ضعفة عيونه انتبهوا كتير. مهم جدا الثلاث شغلات للسبع حتى يبقى حافظ يعني مركزه بالمنطقة طبعا. فالسبع سبع انضعفة نيابه ومخالبه أو عيونه. سنبدأ أول فقرة والتفاعل سريع جدا مثل ما تعرفوا دايما رسالة نصية على 058-392 4051. وما تنسوا من خلال اتصالات كل هاتفية رح نسمع أصوات مشاهدينا ومشاهداتنا. تحياتنا لأول من يقع بالفخ. أبو محمد من الطيري. تحياتنا إليك أبو محمد. أول رسالة نصية ولكن بدك تغير أبو محمد. وقعت بالفخ من الطيري السبع سبع. لو ضعفة نيابه لو ضعفة مخالبه أو ضعفة عيونه. مهم جدا. ليلة من ترشيحة أول إجابة صحيحة. لا. ليلة بدك تغيري كمان. بدنا نصل لأول إجابة صحيحة من مين. خلينا نشوف هنا مين معنا. السلام عليكم. جود من شفا عمر. تحياتنا كمان يا جود. وقعت بالفخ. مع أنه بلشنا بالسهل يا جماعة. بدنا نطلع شوي شوي على الجبل. كمان أمال من يافا واقعة بالفخ. كل اللي عم ببعتوه لنا واقعين بالفخ اليوم هو واقعات بالفخ. عدنان فايز زعب من تمرز زعبية كمان واقع بالفخ. عدنان. السبع سبع. لو ضعفت نيابه مخالبه أو عيونه. شو الأهم بالنسبة للسبع؟ فكروا شوي. وسريع جدا التفاعل. طبعا يعني ما فوت ولا تفاعل. عفوا. سلام عليكم. أهلا وسهلا. وعليكم السلام. إم كريم من كفر قرع. حتى لو ضعفت. كمان لا يا إم كريم. واعتب الفخ. وبعدنا طبعا اليوم بالسهل. مساء الخير. خالد أبو دوام. منتا للسبع. أول أول إجابة من الصحيحة. خالد دك تغير واقع بالفخ. بدنا نشوف مين أول إجابة صحيحة. كرم علي الصالح. من شفا عمر؟ لو ضعفت. كمان لا. كرم. بدك تغير يا كرم. وترجع لنا. السبع سبع. لو ضعفت نيابه. لو ضعفت مخالبه. أو لو ضعفت عيونه. شو أهم شغلي للسبع؟ انتبهوا. مساء الخير. تبارك من نيابة الناصري. أول إجابة صحيحة. تبارك من نيابة الناصري. نشكر الله. حدا وصل لليوم بعدنا بأول فقرة. وهذه السهلة علينا. السبع سبع. لو ضعفت محمد عيادات. كمان. اكتب لنا من وين. من العيادات. أكيد. تحياتنا لك محمد. إجابتك صحيحة. مع تبارك من نيابة الناصري. وبلش. بلش. طبعا. الأشياء تطلع هناك. كمان. إجابة صحيحة. من أبو محمد. من بير السبع. السبع سبع. حتى ببير السبع. لو ضعفت. مثل ما ذكرت. يا أبو محمد. من بير السبع. كلامك صحيح. وكمان معنا ليلة من ترشيحة. وتاني مرة تقع بالفخ. ظلت عليك التالت سابتي. يا ليلة. وأكيد عرفت الصح بها اللحظة. مساء الخير. صفاء. من شفاء عمر. كلام صحيح. صفاء. إجابة صحيحة. مية بالمية. من شفاء عمر. لأبو حسام الحج يحيى من الطيبة. الجواب رقم. مية بالمية الرقم اللي اخترته. أكيد ما تغير. وتحياتنا لأهل الطيب الأطياب. كمان. سلام عليكم. وعليكم السلام. إبراهيم سمني. من شفاء عمر. والجواب صحيح. يعني معروف المثل. يا إبراهيم. معروف المثل. كل مشاهدين ومشاهداتنا فكروا شوي. السبع سبع. بظل حافز مركزه بين. طبعا. كل الحيوانات بالغابة. لأن السبع سبع. ولو ضعفت نيابه. مخالبه. أو عيونه. شو برأيكم. الكلام الصحيح. ومهم جدا. السبع. ما بتخلى عنهم أبدا. مهى راس زعبي من تمرض زعبية. كلامك صحيح يا مهى. مية بالمية الكلام. ام خالد من ام الفحم. كلامك صحيح يا ام خالد. أهلا وسهلا فيك. وما تنسوا طبعا الاتصالات كمان. من خلال التفاعلات. رح نستقبل الاتصالات على 097 993 993. بتقدروا طبعا تحكونا مباشر على قناة هلا مثل ما تعودنا دايما. بمبسوطين مع هلا تنين. أربعة وغدا الخميس. السبع سبع. لو ضعفت. كلام صحيح. من تمام غانم من زيمر. أهلا وسهلا بتمام الكلام صحيح. وتمام التمام. عنا هون حدا واقع بالفخ. وعليكم السلام. خليل حاتم عكري. وأمينة عدنان حجازي. من كابول وطمرة. وعين التنين. إذا كان بكابول أو بطمرة. بالفخ. السبع سبع. لو ضعفت. نيابه. لو ضعفت. مخالبه. أو لو ضعفت. عيونه. انتوا شو بتختاره؟. وسهل جدا. وفيه كتير مغزى قوي جدا. حتى الإنسان يحافظ على مركزه بكل مجالاته. أعطونا مثال السبع. دنيا سلامة. أم يوسف من قلانسوا. واعتب الفخ. وعبودي من قلانسوا. كمان واقع بالفخ. فبتكت غيروا. ترجعوا لنا. تطلعوا منها الفخ. ما بدنا حدا يقع بأي فخ بحياته. طبعا. امطارك من لفريديس. كلامك صحيح. تحياتنا إليك. امطارك من لفريديس. من لفريديس لكفور كنة. زهيرة من كفور كنة. كلامك صحيح. من أول إجابة. زهيرة كلامك صحيح. وإم محمد من كفور قرع. السبع سبع. حتى لو ضعفت. لا يا إم محمد. واعتب الفخ. انتبهوا كتير. كمان مرة أذكركم بالمثل. أول فقرة بعدنا. وهذه السهلة علينا دايما. السبع سبع. لو ضعفت نيابه. مخالبه بنمرة اثنين. أو عيونه بنمرة ثلاثة. امفوزي من الكدس. لو ضعفت. كلامك صحيح. مية بالمية. كلامك صحيح. امفوزي من الكدس. ليلة من ترشيحها ما ضلش. هي الثالثة سابتة. ما ضلش غيرها ليلة. تحياتنا إليك. بترشيحها ولكل الأحفاد. اللي عم بتابعونا معاك كمان. يعطيكم العافية دايما. الله يخلي لكل الأحفاد والأولاد والبنات مبسوطين والأجداد والجدات كمان. إبراهيم شكري من الفريديس. كلامك صحيح يا إبراهيم. أهلا وسهلا فيك. تحياتنا إليك. من أول إجابة إبراهيم شكري. سلام عليكم ورحمة الله. من الحج أبو محمد. وعليكم السلام. وإم العز بدران أيضا من الكدس سلوان. الجواب السبع سبع. لو ضعفت. مع كل التحيات. بتكون تغيروا. بتكون تغيروا الحج أبو محمد. وطبعا كل اللي ذكرناهن. حنان حسن من طمرة. كلامك صحيح يا حنان. وأهلا وسهلا بأهل طمرة. كلام صحيح. أسماء إلياس من البعني. السبع سبع لو ضعفت. كلامك صحيح. شو اختارت برأيك كاتبتنا أسماء إلياس؟ نيابه. مخالبه أو عيونه. والكلام صحيح. نسرين أهلا وسهلا فيك. تحياتنا إليك. من حيفة. كلامك صحيح. يعطيك العافية نسرين. امطانس. وعننا هون السبع سبع. ولو ضعفت الحج مصطفى من دير الأسد. كلامك صحيح. يعطيك العافية حج. وأهلا وسهلا فيك. دعونا نتابع ونشوف مين كمان معنا. مين كمان معنا. مع إجابات صحيحة جدا جدا. عم تصلنا كمان. يعني مختارين أرقام كمان. أصعد الله مساكم. أم محمد حسان من طمرة. الرقم اللي اخترتيه لا يا أم محمد. أم محمد حسان من طمرة بديك تغيري. عنا هون قناة التوعية. قناة هلا أكيد. وعليكم السلام. ام منذر. وأحفادها بالمزرعة قضاء عكا. السبع سبع لو ضعفت. لا يا ام منذر. أنت والأحفاد بتكون تغيروا. الحج نوال ام مصطفى. السبع سبع لو ضعفت. صح كلامك. يعطيك العافية حج نوال ام مصطفى. وإم محمد من كفر قرع. كلام صحيح. المرة طلعت من الفخ بسرعة. واخترت الكلمة المناسبة. كمان مرة خلينا أذكركم. السبع سبع لو ضعفت نيابه. لو ضعفت مخالبه. أو عيونه بنمرة ثلاثة. جود من شفا عمر. كلامك صحيح يا جود. وزبطت هون يا جود. السبع سبع لو ضعفت من امه من غريفات. وكل العالي كلامك صحيح. بالغريفات. يعطيك العافية من عرب الغريفات. أهلا وسهلا بالجميع. وأذكركم طبعا غير الرسائل النصية اللي عم تصلنا كمان رح نستقبل خلال مشوارنا اليوم وبكرة كمان. على 09-7-993 993 كمان اتصالات هاتفية. سلوى جمال من عزب. هيك الاشي. الجواب خاطئ جدا. سلوى اكتبيلنا من وين. سلوى جمال اكتبيلنا من وين. الجواب خاطئ. بدك تغيري وترجعي لنا. السلام عليكم وعليكم السلام. معك سعدي. ام وقام من الطيري. والجواب صحيح. تحياتنا. ايلك سعدي. ام وقام من الطيري. الجواب صحيح. ومعنا هون كمان. تصليح تلعب من الفخ خليل حاتم عكري وامينة عدنان حجازي من كبول وتمرى. كلامك صحيح المرة. وال7-7 لو ضعفت نيابه مخالبه او عيونه. وكلامك صحيح. عنا هون حدا واقع بالفخ يا جماعة. الحج ابو الناجي من النعورة. تحياتك من وصلها لكل تاكم قناة هلا. ولكن السبع-7 يا حج ابو الناجي من النعورة لو ضعفت. مش شو زكرت انت نيابه مخالبه او عيونه. واحدة منهم صحيحة وانت ذكرت الخطأ. غير وارجع لنا طبعا. ام يوسف سلامي من كلان سوا. كلامك صحيح ام يوسف. واهلا وسهلا بالتفاعل اللي بجنن. وبعدنا طبعا بأول فقرة. ببرنامجنا مبسوطين مع هلا. وان شاء الله الكل مبسوط مع كل برامج قناة هلا. ام صالح العبرة. من جل جوليا تحياتنا لك ام صالح. كلامك صحيح. السبع-7 وين مكان لو ضعفت نيابه مخالبه او عيونه. شهاب مرزوق من ابو سنان. تحياتنا لك. الجواب خاطئ جدا يا شهاب. دك تغير يا شهاب وترجع لنا بسرعة الشهاب دغري على السريع. اسعد الله مساكم. ام محمد حسان من طمرة. هالمرة صحيح يعني غيرت الرقم لرقم حز وتحياتنا لك بطمرة. ام يوسف سلامي من كلانسا. وكلام صحيح يا ام يوسف. هنا كلانسا وجيراننا طبعا بالطيبة. تحياتنا لكم جميعا وسلام لأحلطاكم من تمام أبو سالم والأحفاد بعرعر المثلت. والسبع-7 بتقول تمام والأحفاد لو ضعفت مية بالمية كلامكم. وسلام لأحلطاكم شكرا تمام أبو سالم من عرعر خلونا نتابع من عرعر لطمرة الزعبية. عدنان فاي الزعبة زبطت. تحياتنا إليك عدنان. ما تغير ومرة واحدة تكفي يا عدنان. دائما منذكرك. مرة واحدة. رسالة واحدة تكفي. نجيب عطيلي من عسفيا لو ضعفت. لا يا نجيب مش كتير اليوم. بدك تغير وترجع لنا نجيب عطيلي من عسفيا. السبع-7 لو ضعفت نيابه مخالبه أو عيونه أبو وسام من كفرمندا الجواب خاطئ. بدك تغير يا أبو وسام وترجع لنا من كفرمندا. مرحبا ومرحبتين سلين حسيني من الناصري السبع-7 بتقول سلين لو ضعفت. كلامك صحيح يا سلين حسيني من الناصري. من الناصري لوين عندنا هون حدوائع بالفخ خلونا نشوف مين. مساء الخير لرشاد كريم شام زينة أروى خالد ونيلان من الطيري. والجواب خاطئ جدا. كلكوا جميعا فكروا شوي. شو اخترتوا خطأ وشطبوه من اللائحة. ضل عليك وإذا كان أنيابه ومخالبه أو عيونه واحدة منهن صحيحة. غير اللي ذكرتوها طبعا. وأهلا وسهلا بالجميع. رقية سمري. من الجديدة الرقم صحيح. 100% رقية. السبع سبع كمان بالجديدة معروف المثل. السبع سبع لو ضعفت أنيابه. لو ضعفت مخالبه بنمرة 2 أو عيونه بنمرة 3. مساء الخير لأم اسماعيل مع كل الأحفاد الحلوين بالناصري. كلامك صحيح 100% أم اسماعيل وأحفادها أشي بسعدنا جدا بقناتها لها. وبكل برامج قناتها لها إنه القناة هي للجميع تلفزيون من بلدنا. وبنفس الوقت لكل الأعمار وكل فئات شعبنا يعطيك ألف عافية وين مكان. هون وبره كمان جميل عرباسي من كفر قرع كلام صحيح يا جميل كلام جميل يا جميل أكيد. السبع سبع يا جميل. لو ضعفت متل ما ذكرت وعندنا هون كمان إجابة صحيحة من عبدالله اشتيي وزوجته جميلي من عرب الحلف تحياتنا لكم عبدالله والزوجة جميلي. إجابة جميلة جدا وصحيح طبعا الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. أبو محمد من بير السبع. كلام صحيح. يعطيك العافية. السبع سبع. لو كان ببير السبع. وضعصت نيابه. مخالبه. أو عيونه. انتبهوا كتير. من كفر قرع. الجواب صحيح. سلوى جمال. أهلا وسهلا فيك سلوى. من كفر قرع. جوابك صحيح جدا. ومن كفر قرع. خلينا نطيك للقدس. لجبال المدينة المقدسة. أم إياد. سيد أحمد. من القدس. جوابك صحيح يا أم إياد. وبدأ أشكر طبعا خلال مشوارنا اليوم كتير. يعني قبل البرنامج ما بلش. كتير أمثال. وصلتني منكم جميعا. بدأ أشكركم مشاهدي قناة هلا. من خلال إرسال كلها الأمثال الرائعة. اللي ملائمة جدا لشاشة قناة هلا. لأنه مش كل الأمثال. ممكن أنها تكون على شاشة قناة هلا. في كتير أمثال فيها تنمر. لو أشياء بسيطة. في كتير أمثال. ممكن يكون فيها جروح بسيط لفئة معينة من الشعب. فمنحط عليها إكس. بنختار دايما أمثال. فيها توعي بقناة التوعية للجميع. وطبعا ما فيها أي جروح لأي فئة من الناس أو المشاهدين والمشاهدات. السبع السبع. هنا عنا حدا واقع بالفخ. حدا واقع بالفخ من المزرعة. أم منذر والأحفاد. يعني ضل عليكم. التالت سابتي. ما ضلش غيرها. مرتين صرتوا واقعين بالفخ. وإن شاء الله أظل أتذكر طبعا. سميح من الناصري. شو يا سميح. مية بالمية كلامك. تحياتنا إلك سميح في الناصري. كلام صحيح جدا. السبع سبع. لو ضعفت. من الكدس. الحج أبو محمد. وإم العز بدران من الكدس. كلامكم صحيح. وإعتبوا بالفخ مرة. بعدنا طبعا. بأول أول فقرة اليوم. فتحياتنا إلكوا. بالقدس. بالناصري. بأي مكان موجودين. تحياتنا إلكوا. الحج أم أحمد حسيني. من الناصري. الكلام صحيح. السبع سبع. يا حج. لو ضعفت. نيابه. مخالبه. أو عيونه. والمثل طبعا. مهم جدا. حتى كل إنسان يستفيد كمان. من أشياء. شبهوا الحيوانات. بكثير أشياء. أعطونا منها. توعي كمان. أجدادنا وجداتنا. سندس. عفان من الناصري. كلامك صحيح يا سندس. وعندنا هون. منهل عيادات. من العيادات. كلام صحيح يا منهل. والأمثال. منهل. 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 هون عنا. بقناة هلاء. خاصة بمبسوطين. مع هلاء. عنا كمان إجابة صحيحة. من الحج. أبو الناجي من النعورة. صلحت حالك. طلعت من الفخ بسرعة. واخترت لنا الإجابة الصحيحة. تحياتنا إلك الحج. وفي النعورة طبعا. لكل اللي عم بتابعونا. شهاب مرزوك هالمرة. سؤالك صحيح. مية بالمية. جوابك صحيح. لأنه اخترت الكلمة المناسبة بعد موقعت بالفخ مرة. السبع سبع. لو ضعفت نيابه. مخالبه بنمرة 2. أو عيونه بنمرة 3. وعنا هون حدا واقع بالفخ. أبو بلال. سوال حمد الناصر. تحياتنا إلك أبو بلال. شكرا على الكلام الحلو لكل برامج قناة هلا. ولألنا شكرا. مشكور جدا. غير. وارجع لنا بعدنا بالفقرة الأولى. السبع سبع. لو ضعفت. كلام صحيح. محمد نور. أبو حسن من دير الأسد. شكرا. شكرا يا محمد نور. أبو حسن من دير الأسد. الله ينورها على الجميع. شكرا إلك. تحياتنا لكم بدير الأسد. والكلام صحيح طبعا. كمان متابعين مع تفاعل كتابي رائع جدا. عنا هون. السبع سبع. لو ضعفت. الحج مصطفى من دير الأسد. شكرا كمان على الصور. الحلوة. حاطت لي أسد غير شكل. مع أنه السبع مش الأسد. طبعا. السبع إشي والأسد إشي. ولا اللبء إلها علاقة بالموضوع. يسعد مساكه على البرنامج الحلوة. شكرا. لم يقبلان من بيت جان. السبع سبع. لو ضعفت. لا. لم ي. يعني بأول ضرباته. كسر عصاته. بدك تغيره. بدك تغيره. لم يقبلان من بيت جان. وترجعي لنا. عنا هون كمان. أبو محمد من بير السبع. واقع بالفخ. كمان مرة أبو محمد. بدك تغير. أنت بكتير أبو محمد. وكل مشاهدي قناة هلا. ومشاهدات قناة هلا. السبع سبع. لو ضعفت نيابه. لو ضعفت مخالبه. أو ضعفت عيونه. واحد منهم صحيحة طبعا. هون عنا إجابة صحيحة من جسر الزرقة. قرية الصيادين. شو أحلى من هيك. يوسف قدورة. تحياتنا إليك يوسف. وشكرا على المتابعة دائما. تحياتنا إليك. أكيد كلامك صحيح. وتحية لكل اللي عم بشاهدونا كمان. بجسر الزرقة. بقرية الصيادين. هناك على ب صحر جسر الزرقة. نجيب عطيلي من عسفيا. هالمرة. نجيب بيطها. كلام صحيح. مئة بالمئة نجيب عطيلي من عسفيا. عنا هون حدا واقع بالفخ كمان مرة. ولا شو؟ لمية. عليك بالتالت سابت. لمية قبلان من بيت جن. ضل عليك التالت. ما ضلش غيرها. زكرة التنتين الخطأ. لمية. وأحمد حسن إغباري من زلفة. كمان. أحمد هاي بعدنا بالبداي. وبعدنا بالسهل. وقعت بالفخ. ارجع لنا. ارجع لنا أحمد. إغباري. وإن شاء الله تختار الإجابة الصحيحة. السلام عليكم. خالد أبو دوام من تل السبع. هالمرة صحيح. صحيح كلامك. تحياتنا إلك. خالد أبو دوام من تل السبع. ونتمنى طبعا دوام الصحة والعافية والأمان والسلام على كل من يشاهدنا. وطبعا بشاهد قناة هلا. سلوة جمال من سلوة جمال عزب. بتقول لي. مش جمال. سلوة جمال عزب الاسم. من كفر قرع. جوابك صحيح. دائما اكتبو لنا طبعا. وعونا. ما من نعرف طبعا. اسم الأب أو كذا. اكتبو لنا اسم الأب كذا. حكمة أبو سالم والأحفاد. من عرعر المتلة. تحياتنا إلك. حكمة وأحفادك. السبع سبع. لو ضعفت. كلام صحيح. يعطيكم العافية هناك. وأهلا وسهلا. ام مراد سريس من مجد الكروم. وعليكم السلام يا ام مراد. كلام صحيح. ام مراد. يكتبي لنا. شو رأيك به المثل. كمان. بمجد الكروم. معروف طبعا المثل. السبع سبع. لو ضعفت نيابه. مخالبه بنمرة اثنين. أو عيونه. إجابة صحيحة. أبو وسام من الناصر. الرقم 100% صحيح. والسبع سبع. لو ضعفت 100% الكلام كمان. من أم منذر وأحفادها. من المزرعة قضاء عكة. كلامك صحيح. بعد ما وقعت بالفخ مرتين. ما ضلش غير التالت سابتي. فيش غيرها. أكيد. أبو وسام تحياتنا إلك. شكرا على الكلام الحلو. والجواب. يعني السبع سبع. لو ضعفت كلام صحيح. شيرين مرجان من طوبة. شيرين مرجان من طوبة. الكلام صحيح يا شيرين. طبعا. نحن نبعثه الإجابة. نبعثها على الهوى مباشرة. بنهاية الفقرة الأولى. انتبهي. شكرا لكل الكلام الحلو. اللي عم بصلنا من أبو محمد من بير السبع. شكرا إلك. وكلامك صحيح طبعا. شكرا على الكلام الحلو. أبو وسام من كفرمندأ. الجواب 100% صحيح. كمان بكفر كان معروف المثل. السبع سبع بكل مكان. السبع سبع. لو ضعفت نيابه. مخالبه أو عيونه. وهي طبعا. بعطونا أنه الإنسان بكبر بالعمر. وبيضل إذا كان بالماضي سبع. بضل سبع. لو ضعفت كل الأشياء اللي ذكرتها. عند الإنسان طبعا. بالمثل. لدينا واحدة منهم صحيحة. بالنسبة للسبع. أم محمد من كفر قرع والأحفاد. السبع سبع. لو ضعفت. هالمرة كلام صحيح. أم محمد وأحفادها من كفر قرع. الحج أبو محمد بدران. من الكدس. ويعني عم بتقولي شو اخترت. اخترت بالأول خطأ. صلحت حالك. وعن منقول إنك صح. طبعا. أم يوسف من كفر قاسم. كلام صحيح يا أم يوسف. في كتير ناس كمان بتبعت مرات عتب مثلا. بعتت ما شفتوا جوابي. حسب شو السرعة اللي شايفها قدامي. بدكن تعذرونا دايما. وكمان في عنا كمان اتصالات هاتفية. رح نستقبلها خلال المشوار. على 097-993-993. أم محمد عيسى من برطعة. بدك تغيري أم محمد وترجعي لنا واعتب الفخ. كمان خلونا نتابع. من الحج لولو قعدان والحفيدة الغالية. الحلوي ماس رشيد غنايم من باقة الغربية. والجواب صحيح. تحياتنا إليك الحج لولو قعدان والحفيدة. ريان أمين جمعة من الطيب الزعبي. كلام صحيح. تحياتنا لريان أمين جمعة. الكلام صحيح. ونايف من كفر برة. نايف بدك تغير. الرقم اللي اخترته مش رقم حظ اليوم. غير يا نايف. شو اختار نايف برأيكو؟ أنيابه بنمرة واحد. مخالبه بنمرة اثنين. أو عيونه بنمرة ثلاثة. نايف من كفر برة. غير وارجع لنا لجوة. عندنا هون. على قناة هلا. السبع سبع. لو ضعفت. آيات من راهط. بدك تغيري يا آيات. وكثير بسعدنا المشاركات كمان. من الجنوب. من بير السبع. من راهط. من تل السبع. من كثير أماكن. من حب دايما. اتشاركونا طبعا. مع الشمال والشرق والغرب. وكل الاتجاهات. مع قناة هلا. أحمد حسن غباري من زلفة. زبطت يا أحمد. تحياتنا إلك أحمد حسن غباري من زلفة. السبع سبع. لو ضعفت. أبو بلال صوالحة من الناصري. أبو بلال. ضل عليك. الثالثة سابتة. مضلش غيرها. وقعت مرتين بهالمثل. بالفخ. غير وارجع لنا. وإم محمد من المقابل. بدك تغيري كمان. أم محمد واقعة بالفخ. السبع سبع. لو ضعفت. لمية قبلان. من بيت جن مالك يا لمية. يعني ضل عليك الثالثة. وين الثالثة. اختريها وارجعي لنا. أهلا وسهلا فيك يا لمية. حسن العبرة من عرعرة. السبع سبع. لو ضعفت. لا يا حسن. بدك تغير من عرعرة. وترجع لنا. وقعت بالفخ. ميرال الواعظة من أم الفحم. كلام صحيح. ميرال. هالإسم الحلو. من أم الفحم. كلامك صحيح يا ميرال. وخلونا نتابع من أم الفحم. والنط. لوين؟ للطيرة. جواب صحيح. من رشاد. كريم. شام. زينة. أروى. خالد. ونيلان. من الطيرة. غيرته بعد ما وقعته بالفخ. أول مرة. صحيح. وغيرته طبعا. للكلام الصحيح. صحيح. واقعين مرة واحدة. أم منير من الناصر. تحياتنا لك. أم منير. كلامك صحيح. نورتينا طبعا. أهلا وسهلا فيك. السبع سبع. لو ضعفت. نيابه. مخالبه بنمرة اثنين. أو عيونه بنمرة ثلاثة. خلونا نتابع. السلام عليكم وعليكم السلام. سالم سلامي من المغار. تحياتنا لك يا سالم. بدك تغير سالم. وترجع لنا. لأنه اللي ذكرته خاطئ. السبع سبع. لو تقدم يعني بالعمر. وضعفت. نيابه. مخالبه. أو عيونه. واحدة منين صحيحة. تمام أبو سالم من عرعرة. شو الوضع بعرعرة مع السبع اليوم؟ أهلا وسهلا فيك. امتابعتين دايما ومبسوطين مع هلا؟ أهلا وسهلا. تمام. والإحفاد دايما صح؟ السبع. سبع لو ضعفت مخالبه. ما رح تغيري؟ لا 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 ما رح تغير. ما رح تغير. سجلنا عنا مخالبه تمام. وان شاء الله تكون إيجابي تمام. ان شاء الله. شكرا لك. تحياتنا لكم. وامتابعين ريّة أمارة من كفر كنة. الجواب لو ضعفت. مئة بالمئة كلامك ريّة. ومبسوطين مع هلا بتكتبلي أكيد. شكرا. الكل بدنا يكون مبسوط مع كل برامج قناة هلا. وامثائر مطلق. لو ضعفت. بدك تغيري من جل جوليه. علي أبو ريّة من سخنين. شو الوضع يا علي؟ الحمد لله حبيبي. كيف أهل سخنين تمام؟ نشلموا عليك. مبسوطين مع هلا؟ اي نعم. يلا يا علي. السبع سبع لو ضعفت؟ عيونه. عيونه. ما رح تغير. مش متل ما قالت تمام. مخالبه. عيونه. سجلنا عنا. خليك معنا يا علي. بعد شوي رح نكشف طبعا. بنهاية الفقرة الأولى عن الإجابة الصحيحة أو خاطئة. خليك معنا علي. تحياتنا إليك. أهلا وسهلا. من سخنين لوين؟ لا نايف من كفر بره. الرقم اللي اخترته يا نايف. خاطئ ولا صحيح؟ خاطئ جدا. ده تغير. ضل عليك التالت سابتي. السبع سبع لو ضعفت. كلام صحيح. من أم محمد من المقبل. تحياتنا إليك أم محمد. وحلو حلو الإنسان. يعني لو تقدم بالسن. وهذا المثل للإنسان. أعطونا السبع كمثال يعني. السبع سبع بيظل سبع لو كبر بالعمر. وضعفت نيابه مخالبه أو عيونه. كتير ناس طبعا سبع بيكونوا وهن شباب. وبيكبروا بيظلوا سبع يا جماعة. هذا إشي سبحانه وتعالى. يعني خلينا نقول. السبع سبع. خلينا ننتقل للناصري قبل ما نجاوب هنا على التفاعل. أم اسماعيل شو الوضع بالناصري مع السبع؟ ولا السبع سبع، بدل سبع السبع، وإما راح بدل سبع. ولو ضعفت شو يا أم اسماعيل؟ ضعفت همتة. مش همتة في عنا نيابه مخالبه أو عيونه. لا لو مخالبه. مخالبه. مش همتة همتة مش موجودة معنا. مخالبه مخالبه. سجلنا عنا ما راح تغير إم اسماعيل؟ لا لا ما راح تغير. سجلنا عنا أم اسماعيل والأحفاد تحياتنا إليك. سلام إلي أم ناظم أولادها وأنا بعدها مش حاكية إذا بتحكي أكيد أم ناظم ممكن بتعزل الله أعلم يعطيك العافية إسماعيل أهلا وسهلا السبع سبع لو ضعفت كلام صحيح أبو بلال صوالح من الناصري كلامك مية بالمية ما تغير امتابعين امتابعين تحياتنا للجميع وعننا هون إم عمر كمان السبع سبع بتقول إم عمر وإم نمر كمان من النعورة التنتين مشاركات هون سلام عليكم وعليكم السلام والإجابة صحيحة السبع سبع يا جماعة حتى الإنسان يعني يعطونا هالمثال ليشبه الإنسان اللي سبع وهو شاب حتى لو تقدم بالسن السبع سبع لو ضعفت نيابه مخالبه أو عيونه كتير ناس منشوف مركبين شد كتير ناس منشوف لابسين نظارات كتير ناس اليوم بيركبوا أضافر كمان عكل حال المثال متعلق بدون تركيب أضافر على الطبيعة السبع سبع لو ضعفت نيابه مخالبه أو عيونه بنمرة ثلاثة فكروا معنا شوي قبل ما نختم الفقرة الأولى ونستقبل كمان اتصالات ونستقبل تفاعلات لدينا إجابة صحيحة من حسن العبرة من عرعرة تحياتنا إليك السبع سبع لو ضعفت كلام صحيح مية بالمية بعد ما وقعت من فخ مرة تزبطت هناك والإجابة صحيحة كمان لنايف من كفر برة مضلش غيرها يا نايف الثالثة سابتي أم محمود من الأردن كيفك يا أم محمود كيف أهل الأردن الحمد لله كيف حالا كلوا تمام مبسوطين مع هلا بالأردن لا أهلا حلو أهلا وسهلا فيك شو يا أم محمود السبع سبع بالأردن لو ضعفت ضعفت مخالبه مخالبه مش نيابه أو عيونه لا لا مخالبه متأكد من الموضوع تحياتنا إليك ومبروك ما سويته بالأردن يا أم محمود عبال عندي العزبية كمان يعطيك العافية أهلا وسهلا أكيد كلنا تابعنا طبعا العرس الملوكي للأمير حسين أكيد ألف مبروك من قناة هلا سالم سلامي السبع سبع لو ضعفت لا يا سالم بدك تغير يا سالم من المغار سالم سلامي بدك تغير وترجعنا ضل عليك التالت سابتي مضلش غيرها عفاف من شعب الجواب صحيح مية بالمية السبع سبع كمان بشعب لو ضعفت نيابه مخالبه أو عيونه شو برأيك اختارت عفاف لأولنا لها صح وكتير ناس عم تسمعوا طبعا في كتير مشاهدين كمان عم بتصلوا على 097993 تسعة تسعة تلاتي وبشاركونا ورح نكشف بنهاية الفقرة الأولى مين كان صح مين كان غلط ونستفيد طبعا بقناة التوعي بالتوعي بالأمثال من أجدادنا ملائمة جدا للألفين وثلاثة وعشرين خلونا نتابع كرم علي الصالح من شفا عمر بدك تغير بدك تغير يا كرم يعني ضل عليك التالت سابتي ممكن نقول يا كرم ام مجدي من كسرة تحياتنا إليك السبع سبع يا ام مجدي لو ضعفت لا يا ام مجدي بدك تغيره يعني وقعت بالفخ ام مجدي سمر عبد الحي من الطيري كلام صحيح يعطيك العافية إليك كمان شكرا يا سمر من الطيري والسبع سبع لو ضعفت كلام صحيح من رشاد كريم شام زينة أروى خالد نيلان من الطيري كلامكم صحيح مية بالمية وأهلا وسهلا السبع سبع السبع بالسين طبعا السبع سبع مرحبا تمارة من الناصري كلامك صحيح يا تمارة كلامك صحيح من الناصري لا تمارة وعليكم السلام لمين هون أبو خالد حسين بكري والعائلة جميعا بالبعنة مع ندا آدم ومحمد وصارة والسبع السبع لو ضعفت كلامكم جميعا في البعنة آل بكري جميعا إذا كان أبو خالد حسين بكري والعائلة والأولاد والأحفاد كله صحيح يعطيكم العافية سالم سلامي من المغار هي هاي ما ضلش غيرها ما ضلش يا سالم من المغار إلا هاي مية بالمية السبع سبع لو ضعفت نيابه مخالبه أو عيونه خلينا نطلع فاصل بعده رح نأخذ أكم تفاعل وممكن كمان أكم اتصال ونكشف على الحل الصحيح خليكم معنا مبسوطين مع هلا موسيقى 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 عدنا مشاهدي قناة هلا لمتابعة مشوارنا مع مبسوطين مع هلا مثل ما تعودنا 2-4 و 5 وكثير ناس خلال الفاصل بعتولي أمثال بتشبه كمان الأمثال الموجودة معنا وطبعا رح تشاركنا بحلقات قادمة تتبعوا دايما الحلقات 2-4-5 بعد الخامسة تماما وحتى السابعة إلى 10 دقائق خلينا نتابع مع الفقرة الأولى أكم تفاعل وبعدها رح نكشف شو السبع سبع لو ضعفت شو عنده هناك أنيابه مخالبه أو عيونه محمد حج يحيى من الطيبي كلام صحيح يا محمد كمان تفاعل أو تنين آيات من راهط السبع سبع بتقول لو ضعفت كلامك صحيح يا آيات صلحت حالك أكيد وعرفت شو السبب لو اعتب الفخ يسعد هالمساء من لوران باسم حلبي من دالية الكرمل كلامك صحيح يا لوران أو لوزان لوران ممكن أو لوزان كتبي لنا على كل حال لوزان ولوران التنتين أهلا وسهلا فيكم وشكرا على الكلام الحلو كل اللي عم بكتبو لنا كمان أمثال رائعة متعلقة في برنامجنا شكرا لكم السبع سبع لو ضعفت كلام صحيح وتحياتنا لأبو محمد من المقبل خلينا نكشف حتى يكون معنا وقته ما يداهمنا بالفقرات القادمة السبع سبع يا جماعة لو ضعفت مخالبه لأن السبع دايما بالصيد باستعمل المخالب أكتر من الأنياب والعيون مع أنه التلاتة مهمات ولكن بالأمثال ذكروا أن السبع سبع لو ضعفت مخالبه لا عيونه ولا نيابه فتحياتنا لكل السبوعة مثل ما بقوله السبع الموجودين وبحافظه طبعا لو كبروا بالعمر بضل سبع سبع أكيد لو ضعفت حتى أنيابه حتى مخالبه حتى عيونه عند الإنسان ولكن بالأمثال الشعبية السبع سبع لو ضعفت مخالبه خلينا نستبدل الفقرة الأولى بفقرة تانية طبعا بدأ أشكر كل اللي برسلولنا أمثال هالمرض أستعمل مثل من اللي وصلونا بالحلقات الماضية اللي بزرع يا جماعة بطريقنا وردي ومعروف المثل وكتير حلو كتير ناس يعني بتعمل خير بمجتمعنا وبتعمل خير معنا ومع غيرنا فبيقولوا اللي بزرع بطريقنا وردي بحصد من محبتنا باقة باقة ورود يعني حديقة ورود أو بستان ورود شو رايكم وفي فرق طبعا بالتلاتي انتبوا كتير اللي بزرع بطريقنا وردي بحصد من محبتنا باقة حديقة أو بستان بدنا نشوف مين أول إجابة صحيحة على المثل الثاني طبعا وعندنا للاتصال طبعا كتابيا 0583924051 وبالنسبة للاتصال المباشر 097993993 مساء الخير أميل سمعان من الناصري بالنسبة للمثل الأول كلامك صحيح أكيد مخالبه بعد ما كشفنا طبعا وعندنا هون أبو حلمي من رماني حسين وأحلام أيضا من رماني مخالبه السبع سبع لو ضعفت مخالبه بيظل سبع أكيد وعندنا هون حلة وتالة من كابول كمان إجابتكم كانت خاطئة عرفتوا ليش خاطئ لأنه مش عيونه مخالبه تحياتنا لكم خلونا نشوف مين أول إجابة صحيحة على المثل الثاني والمثل الثاني طبعا بيقول اللي بزرع بطريقنا وردي بحصد من محبتنا باقة بحصد من محبتنا حديقة بحصد من محبتنا بستان السبع سبع لو ضعفت مخالبه وطبعا بالإملة كان غلط هناك بيقولولنا في التعليق الأول فتحياتنا لكل اللي بعتوا لنا طبعا الأسماء الحلوة وأهلا وسهلا ام جهاد من باقة الغربية دايما بدي أقول لكم اكتبوا الاسم قبل الإرسال طبعا قبل ما ترسلو رسالة نصية ريتال بري من الفريديس الجواب لو ضعفت مخالبه بالنسبة للمثل الثاني شو يا ريتال ما بعتلنا فكري شوي وابعتلنا على المثل الثاني لأنه الأول كشفنا طبعا أبو وسام من الناصري الرقم اللي بعته بالنسبة للمثل الأول صح شو مع المثل الثاني بدنا تبعتلنا رقم للمثل الثاني بيحصد من محبتنا هون إجابة صحيحة من تمام غانم من زيمر إجابة تمام على المثل الأول والتانية تمام اللي بزرع بطريقنا وردي بحصد من محبتنا باقة بحصد من محبتنا حديقة أو بحصد من محبتنا بستان وإجابة صحيحة على المثل الثاني كمان أول إجابة صحيحة عندنا هون مؤيد في تيمة من باقة الغربية تغير على المثل الأول صح الثاني لا تغير ابعت لنا طبعا مع كل ورود العالم اللي بزرع بطريقنا وردي بحصد من محبتنا باقة حديقة أو بستان وفي فرق طبعا بالثلاث كلمات انتبهوا جود من شفاعمر تغير يا جود على المثل الثاني وتبعت لنا سلين حسيني من الناصري والجواب صحيح صحيح يا سلين على المثل الثاني والأول كمان ام يوسف من كفر قاسم ام يوسف من كفر قاسم المثل الأول أكيد كشفناه السبع سبع لو ضعفت مخالبه والمثل الثاني طبعا اللي بزرع بطريقنا وردي بحصد من محبتنا زي ما ذكرت ام يوسف تمام أبو سالم من عرعر شو الوضع مع مع الإجابة على المثل اللي بزرع بطريقنا وردي اللي بزرع بطريقنا وردي بحصد من محبتنا بحصد من محبتنا بستان بستان مش باقة ولا حديقة لا أبو سالم آخر كلام تمام آخر كلام إن شاء الله يكون تمام يا تمام يعطيك العافي تمام أهلا وسهلا فيك السلام عليكم معك خايل حاتم عكري ممكن هيك الاسم وأمينة عدنان حجازي من كبول وطمرة بحصد مية بالمية الكلام تحياتنا خليل كاتبها خايل هي خليل بالأصح بدال الألف لازم لاب خليل حاتم عكري وأمينة عدنان حجازي من كبول وطمرة المثل الأول صح والمثل الثاني صح كمان اللي بزرع بطريقنا وردي يا جماعة بحصد من محبتنا باقة حديقة أو بستان وإن شاء الله إن شاء الله من خلال هالمثل نقدر نزرع يا جماعة بطريق كل إنسان محبي هذه أهم شغلة أهم شغلة بقناة التوعية دائما منقول المحبة وطبعا يعني تقبل الآخر الاهتمام بالكبير كل هذه الشغلات مهمة أهلا وسهلا بالجميع وخلونا نتابع كمان وين وصلنا اللي بزرع بطريقنا وردي بحصد من محبتنا باقة حديقة أو بستان وعننا هون إجابات صحيحة إن شاء الله بحصد من محبتنا كلام صحيح أمي محمد صبح من شفاعمر كلامك صحيح والسبع سبع يا أمي محمد لو ضعفت مخالبه بيضل سبع أبو محمد من الطيري كلام صحيح كمان على المثل الثاني الأول كنت ذاكر عيونه فعرفت إنه مخالب ومش عيونه بيضل السبع سبع الشهاب مرزوك من أبو سنان شو يا شهاب كلام صحيح دائما بيبعث لي صحيح مع علامة سؤال مية بالمية صحيح وإسراء عثامني من كفر قرع اللي بزرع بطريقنا وردي بحصد من محبتنا كلام صحيح إسراء عثامني من كفر قرع وإن شاء الله طبعا هالمثل فيه معنى كتير كبير لأنه مجتمعنا يعني الأغلب عن بزرع بطريقنا مش ورود فبدنا نذكر كل اللي بزرعه مرات بطريق أي إنسان أي نوع من الأشواك بترجع عليه بيجي الهواء وبترجع الأشواك عليه فإزرعه بأي طريق لأي إنسان ورود يا جماعة بتعمل محبة والمحبة في منها باقة في منها حديقة أو بستان إجابة صحيحة من أم إياد السيد أحمد من القدس على المثل الأول مخالبه صح والمثل الثاني كمان صح اللي بزرع كمان بالقدس بطريق أي إنسان ورد وحد بحصد من محبتنا باقة حديقة أو بستان رائد من الناصري تحياتنا إليك يا رائد وبدك تغير يعني بالمثل مش كتير بدك تغير اخترت كلمة مش مناسبة للمثل غير وارجع لنا أبو وسام من الناصري كلام صحيح على المثل الثاني أبو وسام من الناصري آيات من راهط بتقول كمان يعني كلمة بتزيد على الكلمة الموجودة عندنا كلامك صحيح آيات من راهط وإن شاء الله كمان براهط يعني كل إنسان يزرع بطريق إنسان آخر وردي مش أشواك في ناس تزرع أشواك ترجع عليها الأشواك بتهب العاصفة وبتزقلها عليها فهل ازرعوا بطريق أي إنسان ورود يا جماعة إلا ما ترجع عليكم باقة حديقة أو بستان ترجع عليكم والله أعلم آيات من راهط عرفت شو برجع علينا بس نزرع بكل طريق إنسان وردي من الكدس الحج أبو محمد والحج أم العز بدران من الكدس كمان بالكدس اللي بزرع بطريقنا وردي بحصد من محبتنا كلام صحيح الحج أبو محمد والحج أم العز بدران وإن شاء الله كمان بالمدينة المقدسة وكل المناطق اللي عم بتشاهد قناة هلا كل إنسان هيك يفكر شوي بدل ما أزرع شوكي أزرع وردي بتعطي جمال وريحة حلوة وبتعطي محبة أكيد فلاقيش نزرع بطريق بعض أشواك يا جماعة ليلة من ترشيحة كلامك صحيح وإن شاء الله إن شاء الله بكل بلاد زي ما كتبتوا منها المحبة تكتر ويصير عنا مش بس حديقة ولا باقة ولا بستين يصير عنا جنة عدن على الأرض هون من الكدس الحج أبو محمد والحج أم العز بدران كلامكم صحيح شكراً لكم وامتابعين من الكدس للنعورة أم عمر من النعورة كلام صحيح يا أم عمر ويعطيك ألف عافية أم عمر في النعورة وإن شاء الله كل المناطق هيك تكون ملونة بهالربيع الحلو جاء علينا الصيف وكل الفصول تكون فصول كلها محبة ونبطل نسمع عن أي شغلة متعلقة بزراعة شوك عند عيلي تاني إن شاء الله لا سلام عليكم الحج أم أحمد حسيني من الناصري كلامك صحيح إن شاء الله كمان بالناصري بكل مكان كل إنسان يزرع بطريق إنسان آخر ووردة وهالبلاد هيك تصير مزهرة يعني منفوت على البلاد منلاقي ما فيش ورود كتير إن شاء الله يزرع ورود حلوة ريان أمين جمعة من الطيب الزعبية بدك تغير يا ريان الكلمة اللي اخترتها مش هي طبعاً مع أنه ممكن ولكن مش هي سلام عليكم جود من شفا عمر دك تغير يا جود بدك تغير وترجع لنا وبالنسبة للمثل الأول صح طبعاً السبع سبع يا جود لو ضعفت مخالبه معروف كرم علي الصالح من شفا عمر بدك تغير يا كرم وترجع لنا وبالنسبة للمثل الأول عرفت مش عيونه السبع سبع لو ضعفت عيونه ممكن يلبس نظارات ولكن السبع سبع بضل لو ضعفت مخالبه كان يتكل عليها في البداية عدنان فايز زعب من تمرز زعبية الكلام صحيح مية بالمية وتحية لسارة بنت عمتي بقول بنوصلها احنا شو علينا غير نوصل لك تحياتك عدنان زعبي من تمرز زعبية سالم سلامة من المغار اللي بزرع بطريقنا وردي يا سالم بحصد من محبتنا زي ما ذكرت تماماً سالم كمان بتمنى انه بالمغار كل إنسان كمان يزرع بطريق أي إنسان وردي مش أشواك بنقصد طبعاً كل بلاد لأنه عم نسمع كتير ناس بتزرع بحياة إنسان آخر الأشواك وطبعاً هالأشواك بتجف وبتطير على اللي زرعها معروف المثل فاعملوا منيح بتلاقوا منيح صدقونا دايماً وعندنا هون نسرين مطانس من حيفا مثل بجن النسرين اللي بزرع بطريقنا وردي بحصد من محبتنا زي ما ذكرت تماماً شاطرة بتقولي تحياتنا إليك نسرين مطانس من حيفا يسعدك شكراً سامية سليمان من الناصري بحصد من محبتنا لأنه منزرع وردي بحصد من محبتنا كلام صحيح سامية سليمان ومعروف طبعاً شو آلة سامية يا جماعة باقة حديقة أو بستان سامية سليمان كلامك صحيح من الناصري خلونا نتابع ونشوف مين معنا كمان مع إجابة صحيحة على المثل الأول والمثل الثاني أحمد حسن إغباري من زلفك كلام صحيح يا أحمد أمين نصرة كمان معنا هون من الناصري اللي بزرع بطريقنا وردي بحصد من محبتنا باقة حديقة أو بستان وكلامك صحيح أمين نصرة خلينا أذكركم غير التفاعل الكتابي عندنا كمان اتصالات هاتفية على 097993993 وبعدنا بالفقرة التانية خلونا نتابع إمفوزي من وين؟ إمفوزي من الكدس تحياتنا إليك يا إمفوزي وأهلا وسهلا فيك بزرع بطريقنا وردي بحصد من محبتنا كلام صحيح إمفوزي من الكدس إن شاء الله طبعاً كل بلاد العالم مدنة وكورونا العربية الكل يزرع بطريق إنسان آخر وردي يا جماعة لو وردي بسيطة بتعطي تفاؤل والتفاؤل بيوجه دايماً لطريق النجاح أكيد يسعد مساكم من كفر قرع محمود سعيد الشبلي زحالقة اللي بزرع بطريقنا وردي بيقول محمود سعيد الشبلي زحالقة بيقول اللي بزرع بطريقنا وردي بحصد من محبتنا كلامك صحيح يعطيك العافية محمود سعيد الشبلي زحالقة وأهلا وسهلا فيكو جميعاً صندوا السعفان من الناصر كمان كلامك صحيح مع إنه الثلاث كلمات يعني بغلطه الإنسان يختار ولكن اللي بيعرف طبعاً بفكر شوي اللي بزرع بطريقنا وردي وحدي بحصد من محبتنا باقة حديقة أو بستان وإش حلو كتير مثلا حلو كتير بدل طبعاً على يعني التوعية لزراعة محبة زراعة ورد زراعة أشياء مفرفحة بطريق الإنسان الآخر لأنه كل ما نعطي الإنسان الآخر معنويات مرتفعة كل ما بنجح أكتر أما أعطوه طبعاً اكتئاب بنجحش أبداً ويبطل يركز حتى بحصد من محبتنا كلام صحيح سندس نور من دير الأسد تحياتنا عليك سندس وقالله ينورها على الجميع من دير الأسد نجيب عطيلي من عسفيا تحياتنا إلك كلامك صحيح نجيب وسندس عفان من الناصر كلامك صحيح كمان يعطيك ألف عافية ويقولكو شغلي يعني كتير ناس عم بيبعتولي أمثال بتشابه المثل بمعنى ممكن يكون معنى بحلقات قادمة مش اليوم حلقات قادمة اللي بزرع بطريقنا ورد بحصد من محبتنا أبو محمد من بير السبع ده تغير يا أبو محمد ده تغير على المثل الأول صح المثل الثاني لا ده تغير سوها حمادي من كابول كلام صحيح يا سوها تحياتنا لكم بكابول سلام عليكم وعليكم السلام أبو خالد حسين بكري والعائلة جميعا ندا آدم محمد سارة اللي بزرع بطريقنا كمان بالبعنى بقولولنا ورد بحصد من محبتنا كلمة صحيحة جدا شو اختاروا هناك برأيكم في البعنى باقة حديقة بنمرة 2 أو بستان بنمرة 3 والكلام صحيح يعطيكم العافية هناك في البعنى أبو حسام الحج يحيى من الطيبة الجواب صحيح الرقم اللي اخترته 100% وبالنسبة لجواب المثل الأول أكيد صحيح مخالبه السبع سبع لو ضعفت مخالبه مرحبا مرحبتين هديل من الناصري هديل كلامك صحيح 100% إن شاء الله إن شاء الله يا هديل كل إنسان مش بس بالناصري بأي مكان بهالعالم يزرع بطريق أي إنسان على طريق النجاح وردة وردة وحدة بتكفي حتى محبتنا تزيد وتسير باقة حديقة أو بستان تمارة من الناصري كمان كلامك صحيح يا تمارة أهلا وسهلا فيك والمثل الأول كمان السبع سبع لو ضعفت مخالبه كمان صح يعني أمثال فيها كتير عبر وفيها كتير توعية بالنسبة لتوعية المحبة شو نقصنا بالمجتمع عندنا هون اليوم بالـ 2023 غير المحبة نكتر محبة هي هاي المعادلة الصحيحة كتر محبة بقل العنف بالضبط هيك كل ما نحب إنسان كل ما بقل العنف منه اللي بزرع بطريقنا وردة بحصد من محبتنا كلام صحيح من أم منذر والأحفاد من المزرعة قضاء عكة تحياتنا إليك أم منذر وأحفادك اللي خليهن بصحة وعافية اللي بزرع بطريقنا وردة بحصد من محبتنا كلام صحيح من رنى زعبي من الدحي رنى كمان السبع سبع لو ضعفة مخالبه صح عندك يعطيك العافية رنى من الدحي خلونا نطلع فاصل بعد الفاصل منكشف شو منزرع هناك باقة حديقة أو بستانو منتابع مبسوطين مع هلا مع الفقرة الثالثة خليكم معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عدنا مشاهدي الناس بعد الفاصل لنواصل مبسوطين مع هلا وكثير خلال الفاصل شفت اجابات بتجنن شفت اجابات صحيحة جدا وأيضا أمثال حلوة كتير ستكون معنا بالحلقات القادمة ابدأ شكركم جميعا مشاهدي ومشاهدات قناة هلا عن جد شكرا على الكلمات الحلوية لقناة هلا وبرمجها الحلوية. دعوكم معنا دائما. سنتابع التفاعل أو تنين. حتى لا يدهبنا الوقت بعد معنا فقرتين. بالفقرة الثالثة كمان سهل جدا. بالفقرة الثانية كثير مثل حلو اللي بزرع بطريقنا وردي. بحصد من محبتنا باقة. بحصد من محبتنا حديقة أو بستان. وفي فرق بين الحديقة والبستان طبعا. سأشرح لكم شو الفرق هيك من تستفيد كمان من مشوارنا مع قناة هلا. حكمة أبو سالم وأحفاده بعرعره. كلام صحيح. دعونا نأخذ كمان تفاعل واحد فقط من الناصري اللي بزرع بطريقنا. وردي بحصد من محبتنا بستان يا جماعة. وكلام صحيح من رائد من الناصري. بيكون مسك الختام للفقرة الثانية رائد. انتبهوا كثير. الحديقة حديقة ورود. ولكن البستان ممكن يكون فيه كمان حمضيات. ممكن يكون فيه أشجار مثمرة. غير طبعا الورود. فهذا الفرق بين حديقة وبستان. فقالوا اللي بزرع بطريقنا وردي. بحصد من محبتنا بستان. يعني بستان زي جنة عدن فيه كل شيء. ورود أشجار مثمرة حمضيات خوخ وكل هاي الشغلات. على كل حال اللي بزرع بطريقنا وردي. وإن شاء الله كل إنسان من هالمثل يفكر بدل ما يزرع شوك بطريق إنسان آخر. يزرع وردي يا جماعة. إلا ترجع له باقات وحضائق وبستين من الورود. ترجع له أكيد وكل واحد بعمل خير بلاقي خير لو بعد مئة سنة. على كل حال المثل الثالث شاور ألف. كتير ناس مرات بكونش عندها حدا تسأله. فبيقول المثل ما تأخذ قرارك طبعا. شاور ألف وخالف ألف وإرجع لشورة مية بنمرة واحد. ارجع لشورة زوجتك أو ارجع لشورة راسك في مية وزوجة وراسك. يعني ارجع لشورة حالك. شاور ألف وخالف ألف وإرجع لشورة مية بنمرة واحد. بنمرة اثنين ارجع لشورة زوجتك. بنمرة ثلاثة ارجع لشورة راسك. وهذا طبعا مثل كمان فيه توعي خاصة للعزبية والمتجوزين. انتبهوا كتير. أعطيكم تلمحات. همام سعفان من الناصر اللي بزرع بطريقنا وردي. بحصد من محبتنا بستان. أكيد المثل حلو كتير بنمرة اثنين. وهنا عنا طبعا عرفته. في كتير ناس بعثتنا إجابات خاطئة. أكيد عرفتوا الصح. بدنا نشوف مين أول من يرسل إجابة صحيحة على المثل بالفقرة الثالثة. والوقت بدهمنا انتبهوا كتير بعد معنا تقريبا نص سعة تقريبا. من الطيري أم مرشد وصمر. الجواب بحصد من محبتنا بستان. وكمان بالنسبة للمثل بالفقرة الثالثة. ارجع لشورة مية بالمية. هناك كلام صحيح. منا أبو مرشد وصمر. أبو مرشد وصمر. تحياتنا لكم من الطيري. شو اختاروا حتى قلناه لهم صح. ارجع لشورة مية. ارجع لشورة زوجتك. ارجع لشورة راسك. شاور ألف وخالف. ألف وارجع لشورة اللي ذكرناه الواحدة منهم صحيحة طبعا. خلينا نشوف. أبو محمد من بير السبع أكيد عرفت أنه. بحصد من محبتنا اللي بزرع وردي. بحصد من محبتنا بستان. مش حديقة طبعا. فكر شوي. ونحن صرنا كاشفين الموضوع. تحيات لقناة هلل اللي بزرع بطريقنا وردي. بحصد من محبتنا بستان. وتحياتنا لامحمد سعيد جبارين من أم الفحم. كلامك صحيح يا محمد. وبدنا إجابة على المثل الثالث. المثل الثالث بقول شاور ألف. وخالف ألف. ولكن عند قرارك ارجع لشورة مية. ارجع لشورة زوجتك. ارجع لشورة راسك. وإمة محمد حسان من تمرى. كلامك صحيح. على المثل الثالث. وثالث دون كمان. أميرة من اللي بقعت. على تحياتنا إلك. كلامك صحيح؟ لو سهلة أميرة. منال من مصمص. جواب بالنسبة للبستان صحيح. والجواب بالنسبة لشورة 100 بالمية كلامك. منال من مصمص. ما اختارت من منال؟ ورجع لشورة مية. ورجع لشورة زوجتك، أو بمعة شورة راسك. منال من مصمص كلامك صحيح خلونا نتابع ونشوف مين معنا كمان إجابة صحيحة إم إياد السيد أحمد من القدس مخالبه صحيحة وبستان صحيحة وأيضا شورة مية شورة زوجتك أو شورة راسك كلام صحيح أبو حسام الحج يحيى من الطيبة الجواب رقمه 100% أبو حسام الحج يحيى من الطيبة بالنسبة للمثل التالت شاور ألف وخالف ألف وارجع لشورة مية ارجع لشورة زوجتك بنمرة 2 أو ارجع لشورة راسك بنمرة 3 جود من إم الفحم الكلام صحيح جود من إم الفحم الكلام صحيح أيضا على المثل التاني إم محمد من الطيري كلامك صحيح يا إم محمد الظاهر عارف الموضوع تمام أبو سالم شو الوضع مع شورة مين هناك من عرعرة شورة راسك أكيد مش شورة مية ولا زوجتك شورة راسك شورة راسك هيك قال المثل ممكن تمام خليك معنا وإن شاء الله إجابتك تمام أهلا وسهلا فيك إن شاء الله إن شاء الله يكون صحيح تمارة من الناصري جواب صحيح يا تمارة من الناصري لأوين هاتوا نشوف مين معنا هنا وإرجع لشورة كلام صحيح أبو مرشد وسمر تحياتنا لكم من الطيري كلامكم صحيح سلام عليكم وعليكم السلام الحجة أم أحمد حسين من الناصري ارجع أو ارجع يا حجة لشورة كلام صحيح مية بالمية طبعا مثل سهل جدا في ناس وقعت بالفخ كرم علي الصالح من شفا عمر كلامك صحيح والرقم اللي اخترته صحيح يا كرم علي الصالح ويعطيك ألف عافية إليك كمان خلونا نتابع ونشوف شاور ألف خالف ألف ارجع لشورة الحج مصطفى من دير الأسد كلامك صحيح رح نشاورك دايما كلامك صحيح مية بالمية وبحصد من محبتنا بستان كمان هناك كلامك صحيح يا حج ام يوسف من ام الفحم كلامك صحيح ارجع لشورة مية بالمية الكلام معين عبدالله من كسرة شو يا معين بالنسبة لبستان وانعرفت انه بستان صحيح يعني اللي بزرع بطريقنا وردي يا معين عبدالله من كسرة بحصد من محبتنا زي ما كشفنا طبعا بستان وشاور ألف يا معين عبدالله من كسرة وخالف ألف وارجع لشورة متل ما ذكرت مية بالمية ما تغير الظاهر متصبح اليوم بناس أعطوك نهار فل بجنن أسماء الياس من البعني شاور ألف وخالف ألف وارجع دايما لشورة كلام صحيح أسماء وهذا طبعا مثل فيه قوة شخصية غير شكل عم بسهلها عليكم ارجع لشورة مية بالمية اللي بزرع بطريقنا وردي بحصد من محبتنا بستان أحمد غانم المرجي من زيمر تحياتنا إلك أحمد كلام صحيح من زيمر كلام صحيح على المتلين وعندنا هون كمان كلام صحيح على المتلين مهراسم زعبي على ثلاث أمتال كله صح يعطيك العافي من تمرة الزعبية يا نهى وامتابعين شاور ألف وخالف ألف وارجع لشورة مين معنا هون ام منذر وأحفادها من المزرعة قضاء عكا كلامك صحيح ام منذر مية بالمية الكلام السلام عليكم وعليكم السلام من الحج لولو قعدان وحفيدتها ردينا ام الدكتور مرجان هيك الاسم الجواب ارجع لشورة كلامك صحيح الحج لولو والحفيدة ردينا مية بالمية يعطيك العافي شاور ألف وخالف ألف وارجع لشورة ام خالد من ام الفحم شاوروها دايما كلامها صحيح يعطيك العافي ام خالد من ام الفحم مية بالمية ايضا بستان صح وايضا مخالبه صح تمام غانم كمان كلامك صحيح وتمام التمام من زيمر مية بالمية الكلام خلونا نشوف شو بتقول اسراء عثامنة من كفر قرع اسراء بتقول شاور ألف وخالف ألف وارجع دايما لشورة مية زوجتك او راسك وكثير من المتزوجين بعتوا لنا كلام ممكن يكون صحيح الله أعلم شاور ألف وخالف ألف وارجع لشورة كلامك صحيح اسراء عثامنة من كفر قرع تحياتنا لكم وبيكفر قرع. متابعين يسرى أبورية من سخنين بتقول كمان شاور ألف بسخنين وخالف ألف بسخنين ولكن ارجع لشورة مين. لما نقول خالف يا جماعة مش مخالفات سير ها انتبهوا في فرق. شو مع أهل الطيري وشو مع سعدي من الطيري كيفك يا سعدي؟ أهلا وسهلا مبسوطين مع أهلا بالطيري؟ أهلا وسهلا مبسوطين مع أهلا بالطيري؟ أهلا مبسوطين نسلينا أحنا كبار بجي لان عمدين سنة. تسلمي تسلمي للـ 120 إن شاء الله. يبني كاعد على كندا يمارج ومصير. أهلا وسهلا فيكي. شو رأيك سعدي شاور ألف وخالف ألف وإرجع لشورة؟ آخر كلام؟ آخر كلام. سجلنا عندنا تحياتنا إليك سعدي يسعد الجميع كما بالطير لكل المناطق. أهلا وسهلا فيكي. من الطيري لوين لنجيب عطيلي بعسفيا بيقول شاور ألف بعسفيا خالف ألف بعسفيا مش مخالفات سير طبعا. وإرجع لشورة كلام صحيح يعطيك العافية نجيب. نجيب عطيلي من عسفيا. متابعين طبعا وعندنا إم صالح العبرة من جل جولي. كلامك 100% إم صالح. وطبعا في عبرة كبيرة إم صالح العبرة بالكلام. بالمثل اليوم طبعا كتير شباب صغار بالعمر أو صبايا يعني ما بيشاوروا. ما بيشاوروا حدا خلاص. اللي براسنا بنا نعمله. لا. قال المثل شاور ألف وخالف ألف. ولكن بالنهاي فكر وإرجع لشورة مية. إرجع لشورة زوجتك إذا متزوج أو راسك. خلونا نشوف شو وضع كفركنة وزهيرة مع المشاورات هناك. شو يا زهيرة؟ راسك شاور راسك. أهلا وسهلا فيك زهيرة مبسوطين مع هلا؟ ما رح تغيري فقط راسك ولا مية ولا زوجتك. شو بيقول المثل؟ شاور راسك. شاور إرجع لشورة راسك. بالضبط. في مثل كريف إذا شاوروهن وخالفوهن. شاوروهن وخالفوهن ذلك للنسوان. بزعلوا منك ها. يعطيك العافي زهيرة. أهلا وسهلا فيك. طبعا المثل اللي ذكرته زهيرة ما اخترته لأنه رح تصير عليه حرب من النساء ضد الرجال. لأنه قالوا شاوروهن وخالفوهن. ليش بعرفش. مع أنه عندهم رأي كمان النساء دائما. وبعطوا رأي يعني سواسية دائما. إحنا المعاملات بقناتها لا سواسية. إميل سمعان من الناصري. شو يا إميل؟ كلام صحيح. يعطيك العافي إميل. بالنسبة للمثل الثاني عرفت طبعا بستان مش باقة. أكيد. مع تحيات لأهالي باقة الغربية كمان. عدنان فايز زعب من تمر الزعبية. ارجع شاور ألف بتمر الزعبية. وخالف ألف بتمر الزعبية. ولكن ارجع لشورة زي ما قال المثل. وعندنا كمان هون مرحبا وعليكم السلام. تالية وجميلة المنظر من أبو سنان. وبالنسبة للمثل نجلة مجدوب كمان من أبو سنان. كلامكم كلكوا صحيح. نجلة وتالية وجميلة مجدوب من أبو سنان. يعطيك العافي. تحياتنا لكم بأبو سنان. من أبو سنان شاور ألف. وخالف ألف. وارجع دائما لشورة أبو بلال صوالحة من الناصري. شاوروه دائما لأن كلامه صحيح. خلينا نتجه لكفركنة. ريا أمارة. شو الوضع بكفركنة؟ حالة حالة. مصنخير سببك. مصنور. أهلا وسهلا فيك ريا. كيف عكس. الحمد لله. شو يا ريا. شاور ألف وخالف ألف وارجع. شورة راسك. آخر كلام بكفركنة هيك بقول المثال؟ آه هيك. هيك عارفينه بكفركنة. إن شاء الله يكون صحية. تحياتنا لك ريا. مبسوطين معها؟ كثير كثير كثير. أحلى برنامج. بسلمين. دلكوا حلوين بكفركنة. شكرا ريا. أهلا وسهلا فيك. من كفركنة للريني. طالعين بطلوع هناك. وائل صفوري من الريني بقول. ارجع لشورة. كلامك صحيح يا وائل. يعطيك العافية. وائل صفوري من الريني. من الريني. لوين؟ هاتوا نشوف لوين؟ لأم إسماعيل من الندواصر. قريبة على الريني. يعني ما أخذتناش كتير. كيفك إم إسماعيل؟ والله الحمد لله. شو يا إم إسماعيل؟ شاور ألف. خالف ألف. ولكن ارجع لشورة؟ ارجع لراسك. آخر كلام؟ آخر كلام. هيك بتعملي أنت ولا بتشاوري كمان مية؟ أنا يعني لما بدي أعمل أشي بكون مكتنعة فيها. أها. وبس بسأل الصغير والكبيرة. حتى إحساني بسألها. حلو. هي التوعية بالمثل ممكن تكون هيك. خليكي معنا لنشوف إذا صح ولا غلط. أهلا وسهلا فيكي. كمان سلامي لزهيرة زمان ما تنقف اشتافها. هيها تلعط زهيرة من كفركنة؟ زهيرة آه زهيرة من كفركنة. كانت معنا قبل شوي. يعطيك العافية. سلام لزهيرة إذا سامعتك. سلام سلام أكيد سامعتك وشايفتك كمان. يعطيك العافية. أو شايفتنا إحنا بالأصاح. أهلا وسهلا. ركاية سمري من الجديدة. الرقم صحيح يا ركاية. وبقول المثل طبعا بالتوعية. إن كتير ناس اليوم ما بتشاور حدا منعمل. شو بيجي بالنا صحيح؟ صبايا وشباب صغار. ولكن الكبار قالوا لنا شاور ألف. خالف ألف. ولكن ارجع بالنهاية بعد ما قررت لشورة. وهذا مثل فيه كمان توعية كبيرة من قناة التوعية. قناة هلا. همام سعفان من الناصري. كلامك مية بالمية يا همام. وإن شاء الله. إن شاء الله مثل ما ذكرت. أن كل الناس تمشي على هذا المثل. لأنه بعد المحبة طبعا اللي ذكرناه بالفقرة الثالثة. حلو نكمل مع المشاورات. لأنه الكبير يا جماعة رأيه مهم كمان بالمجتمع. يعني الكبير عنده خبرة. نأخذ نكتسب من خبرة الكبير والكبيرة بالبيت. الله يخليهن ويطول بعمرهم كمان. السلام عليكم برنامج شكرا. سالم سلامي من المغار. شاور ألف بقول بالمغار. وخالف ألف بالمغار. ولكن بالنهاية ارجع لشورة كلامك صحيح يا سالم سلامي من المغار. أهلا وسهلا. إمفوزي من الكدس بتقول كمان. بتوافق سالم وبتقول كلام صحيح. زي اللي اختارته هناك. أهلا وسهلا فيك إمفوزي من الكدس. وبذكركم كمان. نحب نسمع أصواتكم دايما كل اللي بكتبو لنا. وبتابعونا وبشاهدونا على 097-993-993. برنامجنا طبعا انتبهوا. يعني بعد لنا تلت ساعة تقريبا. بدنا نلحق الفقرتين. انتبهوا. ارجع لشورة كلام صحيح. شيرين مرجان. من وين يا شيرين؟ بدنا نفتش من توبة. تحياتنا إلك شيرين مرجان. من توبة. وكلامك صحيح أكيد. وبالنسبة للمثل الثاني. يعني نزرع إحنا وردي بطريق إنسان. ولكن نحصد بمحبتنا بستان. خلينا نطلع فاصل. من بعد الفاصل نكشف بسرعة على شو مخبيلنا المثل الثالث. وأيضا الفقرة الرابعة نختم فيها مشوارنا. مبسوطين مع هلا. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عدنا مشاهدينا للفقرة الأخيرة ببرنامجنا الفقرة الرابعة طبعا والوقت بقناة هلا طيارة لأنه الوقت الحلو بمر بسرعة دايما فأهلا وسهلا فيكم مشاهداتنا ومشاهدينا مجددا خلينا نختم بتفاعل أو تنين على المثل اللي شاور ألف وخالف ألف وارجع دايما لشورة مية لشورة زوجتك أو لشورة راسك عنا هون أحمد حسن غبري من زلفة كلامك مية بالمية صحيح وطبعا آخر آخر تفاعل على المثل الثالث حتى ما بقي معنا وقت تقريبا 11 أو 10 دقائق لنهاية المشوار خلينا نستبدل المثل بمثل رابع صندوا السعفان من الناصري شاور ألف بتقول وخالف ألف وارجع دايما لشورة راسك يعني مية بالمية حلو نستفيد من خبرة الكبار خبرة اللي حوالينا نشاورهن ومرات من خالفهم بالرأي ولكن منقعد مع حالنا بقوة شخصيتنا وبدقة ملاحظتنا وبخبرتنا اللي اكتسبناها من الحياة يعني كل يوم عم نكتسب بحياتنا خبرة بالتعامل مع الناس نكتسب خبرة كمان بكيفية التعامل ومن المثل شاور ألف وخالف ألف وبالنهاية إذا عندك قوة شخصية وعندك خبرة حياة ارجع دايما لشورة راسك ورح إن شاء الله تنجح فتحياتنا لكل اللي ماشيين على التوعي بالأمثال الموجودة معنا والمثل الأخير كمان فيه نصيحة مرات إحنا بيكون يعني عنا ثقة بالإنسان لقبالنا فمن سلموا السر السر طبعا كلمة بيقول المثل السر انجاوز اتنين يعني مرات أنا وصديقي أنا وصديقة منقولها سر معين انجاوز اتنين السر ضاع بنمرة واحد بنمرة اتنين شاع بنمرة ثلاثة فاع بدكم تختاروا الصح بالمثل مع إنه الثلاثة بزبته يعني السر انجاوز اتنين ضاع شاع بنمرة اتنين أو بنمرة ثلاثة فاع فعندنا ضاع شاع فاع واحد منهن بدنا نشوف شو الصح بالسر انجاوز اتنين وكتير ناس مرات يعني بتكون عندها ثقة باللقبالها فبتسلم سرها لإنسان ما عنده ثقة أبدا باللقباله فالسر شو بيصير فيه ضاع شاع أو فاع ثلاثة كلمات ممكن أن تكون صحيحة للسر انجاوز اتنين تحياتنا كمان لأبو محمد من الكدس تحياتنا إلك مية بالمية على المثل الثالث بدنا نشوف مين أول إجابة صحيح على المثل الرابع إخلاص سمعان من الناصر كلامك صحيح على المثل الثالث المثل الرابع يا جماعة السر انجاوز تنين ضاع شاع أو فاع بعد معنا تسع دقائق تماما لنهاية برنامجنا أبو محمد من بير السبع ارجع لشورة راسك مية بالمية شاور ألف خالف ألف وارجع لشورة راسك أم مونير سيد أحمد كمان من الناصر كلامك صحيح كتير ناس كمان جاوبونا خلال الفاصل أم نور من بسمة طبعون ارجع لشورة راسك كلام صحيح مية بالمية شاور ألف خالف ألف ارجع لشورة راسك أو راسك وأم أم وسام من الناصر تحيي لقناتها والجواب على المثل الرابع أول إجابة صحيحة بتقولها أم وسام من الناصر السر بتقول أم وسام إن جاوز تنين ضاع شاع أو فاع ومهم جدا طبعا صفاء من شفا عمر كمان بتقول ارجع لشورة راسك وكمان على البستان صحيح يا صفاء وعننا سلامات يعطيكم العاية في فارس أيمن الحج من عرعر على المثل الرابع طبعا صحيح جدا وعلى كل الأمثال كمان ارجع لشورة راسك شكرا لفارس أيمن الحج من عرعر خلونا نتابع كمان إجابة صحيحة على المثل الرابع أم يوسف من أم الفحم تحياتنا إلك وارجع لشورة راسك كمان صح أمال من يافا مية بالمية كلامك وارجع لشورة راسك شاور ألف خالف ألف وارجع لشورة راسك وأيضا من محبتنا بستان ورود إذا منزرع وردك تمام أبو سالم اليوم يعني كسرت الرقم القياسي بالاتصالات كيفك يا تمام؟ الحمد لله شو مع المثل الرابع تمام أبو سالم من عرعر السر إن جاوز تنين إن جاوز تنين شاع شاع مش ضاع ولا فاع لا لا شاع ولا فاع إن شاء الله يكون صحيح تحياتنا إلك أهلا وسهلا فيك تمام جود من أم الفحم كمان بيقول كلمة صحيحة على المثل الرابع وعننا كمان أبو حسام الحج يحية من الطيبة الجواب مية بالمية صحيح على المثل الرابع وأيضا الأمثال السابقة كمان صحيحة أميرة من البقيعة ارجع لشورة راسك صحيح وأيضا السر يا أميرة إن جاوز تنين مرات إحنا من أمن لأكتر من شخص فالسر بيكون بين أربع خمس أشخاص بيصيروا عشرة بيصيروا مية ضاع شاع أو فاع عم بعطيكوا تلميح بسرعة لأنه بعدلنا ست دقائق تماما فأميرة كلامك صحيح بالنسبة للمثل الرابع السر إن جاوز تنين ضاع شاع أو فاع الجواب صحيح من خالد أبو دوام من تل السبع وكمان ارجع لشورة راسك شاور ألف خالف ألف وارجع لشورة راسك مية بالمية كلامك سامية سليمان من الناصري السر بتقول إن جاوز تنين مية بالمية كلامك سامية سليمان من الناصري مية بالمية الكلام وعم ننصح طبعا أنه ما تأمنوا لكتير ناس وتسلموهن أسرار مش سر واحد السر إن جاوز تنين الحج مصطفى من دير الأسد كلامك صحيح فيه كتير توعي اليوم يعني ما تحطوا ثقة بكل الناس اللي بيكونوا حواليكو وتسلموهن أسراركو لأنه السر إن جاوز تنين مثل ما قالت زهيرة من كفر كاننا كمان مية بالمية كلامك صحيح يا زهيرة عنا إسراء عتام لمن كفر قرع كمان كلامك صحيح ومعروف المثل بكل الأماكن كمان بكفر قرع السلام عليكم وعليكم السلام أبو خالد حسن بكري وحسين بكري والعائلة جميعا ندا وآدم ومحمد وصارة في البعني بيقولوا كمان بالبعني السر انجاوز تنين زي ما قال أبو خالد حسين بكري والعائلة جميعا كلامك صحيح مية بالمية يعني السر انجاوز تنين ندين بنى من الناصري كلامك صحيح يا ندين وعننا كمان هون إجابة صحيحة من أبو بلال صوالحة من الناصري كلامك صحيح يا أبو بلال كمان إجابة صحيحة من مها راسم زعبي من تمرة الزعبية كلامك صحيح يا مها على كل الأمثال مها اليوم كلام صحيح أمي محمد حسان من تمرة الجواب صحيح تحياتنا إليك أمي محمد وارجع على شورة رأسك أهم شيء التوعية بقوله بقناة هلا حسني إبراهيم مواسي أبو إبراهيم من باقة الغربية أكيد ارجع على شورة رأسك حسني أبو إبراهيم وبالنسبة للمثل السر إن جاوز تنين شو يا أبو إبراهيم اكتب لنا السر إن جاوز تنين بقولنا هناك مين معنا تمام غانم من زيمر كلام صحيح يا تمام أكيد كلام صحيح تمام التمام نجيب عطيلي من عسفيا صلحت حالك يا نجيب كلام صحيح بالنسبة للمثل الرابع وكل الأمثال سلام عليكم الحجئ محمد حسيني من الناصري الجواب صحيح بعدلنا أربع دقائق لنهاية البرنامج طيار الوقت بمرق عنا هون بقناة هلا سلام عليكم وعليكم السلام الحجئ محمد حسيني من الناصري جواب صحيح مية بالمية مية بالمية السر إن جاوز تنين تذكروا دايما هالمثل من الناصري كمان بقولولنا هناك رائد من الناصري وكلامك صحيح أكيد رائد يعني السر إن جاوز تنين زي ما ذكرت ضاع شاع أو فاع كلامك صحيح رائد وأبو أحمد من عرابي كمان بوافق الرأي أكيد كلامك صحيح وارجع لشورة راسك كمان صحيح شاور ألف خالف ألف ودايما بعد ما نشاور ونخالف نقعد مع حالنا ونرجع لشورة راسنا زي ما قال المثل لم يقابلان من بيت جن كلامك صحيح وأكيد لم يا المثل التالت كمان صح والتاني صح كله صح تحياتنا لكم عدنان فايز زعبي من تمرة الزعبية السر يا عدنان إن جاوز تنين كل تمرة الزعبية ممكن تعرف ضاع شاع أو فاع ذكرت كلمة صحيحة تمارة من الناصر كلامك صح مية بالمية وإنفوز من القدس كمان كلامك صحيح بعدلنا ثلاث دقائق العد التنازلي سريع جدا يسرى أبورية من سخنين كلام صحيح يا يسرى على المثل الرابع والفقرة الأخيرة سندس سعفان من الناصر كلامك صحيح يا سندس السر انجاوز تنين وفي كتير نصيحة اليوم مرات من أمن لكتير ناس منسلمهم أسرار بزيد العدد كل ما زاد العدد لنفس السر ضاع شاع ثاع سلام عليكم وعليكم السلام ازدهار حمد من الناصر كلامك صحيح يا ازدهار وعننا كمان يسرى أبورية كلامك صحيح أكيد بسخنين عننا هون كمان إجابة صحيحة من أم خالد من أم الفحم شاور ألف خالف ألف وارجع لا شورة راسك كمان كلام صحيح وأيضا بتقول أم خالد من أم الفحم مخالبه صح وأيضا السر إن جاوز تنين زي ما ذكرتي تحياتنا إليك بأم الفحم السلام عليكم وعليكم السلام هلا شكرا أحلى ما في الموضوع شكرا أبو محمد من الكدس كلامك صحيح شكرا على الكلمات الحلوة أبو محمد سلام عليكم سعدي أم وقام من الطير جوابك 100% سعدي وإلى الله يسعد الجميع إن شاء الله يا رب وكرم علي الصالح من شفا عمر كلامك صحيح يا كرم وأكيد فيه نصيحة يا كرم إنه ما نأمن ونسلم أسرارنا لكتير لأنه السر إن جاوز تنين يعني السر إن صاروا تلاتي سامعين فيه ضاع شاع أو فاع ومثل ما ذكرت كرم كلامك صحيح سلام عليكم وعليكم السلام سالم سلامي من المغار السر إن طبعا جاوز تنين مية بالمية كلامك تحياتنا إليك بعد معنا على ذكر اتنين دقيقتين يا جماعة وأقل خلينا نأخذ آخر تفاعلين جميلة امريم من عرب الحلف كلامك صحيح وآخر تفاعل لحلقة اليوم من حظ مين من حظ حسن حسين كرم حامد من الناصر ارجع لشورة راسك مع الجد إم اسماعيل طبعا والكلام بالنسبة للسر إن جاوز تنين مية بالمية الكلام هيك منختم التفاعلات صحيح جدا خلونا نذكر السبع سبع لو ضعفت مخالبه معروف طبعا على السبع لو كبر بالعمر ولو ضعفت مخالبه بيضل سبع هذا هو الإنسان طبعا اللي كان بصباه سبع ولما كبر بيبقى سبع واللي بزرع بطريقنا وردي بحصد من محبتنا بستان ورود وأشجار فاكهة وأشجار خضرة بتجنن شاور ألف وخالف ألف وارجع دايما بعد ما شاورنا الكبير كمان لأنه الكبير عنده خبرة والكبيرة عندها خبرة بالحياة فمنشاورهن ومنقرر إحنا بالـ 2023 نرجع لشورة راسنا مع مشاورة الكبير طبعا لأنه عندهم خبرة فتحياتنا لكل الكبار اللي بتابعوا كمان قناتها لو بتابعوا برنامجنا والسر يا جماعة إن جاوز تنين شاع فاليوم بالـ 2023 نصيحة بنهاية مشوارنا يعني ما تسلموا أسراركم أول إشي لصغاركم لأنه صغار بأبرياء جدا بوصلوا السر بطريقة بريئة جدا والسر إذا بتسلموا لصاحب اختاروا صاحب مقرب جدا أو صاحبة مقرب جدا لأنه السر إن جاوز تنين شاع وبطل سر بالمرة بالـ 2023 على كل حال بكرة الخميس اللي ما نذكر اسمه اليوم إن شاء الله نقدر نذكره بكرة بالوقت المحدد للبرنامج اللي شرف على الانتهاء بكرة الساعة خمسة كونوا اكتار على الموعد مع مبسوطين مع هلا وتابعوا طبعا اليوم في تمام السابع البرنامج الإخباري هذا اليوم كان معكم في الإعداد والتقديم باسيم بدي أشكر كل المشاهدات والمشاهدين اللي تابعونا مع كلمات على الشاشة طبعا شفناها وأيضا كل اللي سمعونا وشوفونا دايما تنين أربعة وخميس في تمام الخامسة وإن شاء الله الكل يكون مبسوط مع هلا وإحنا دايما مبسوطين فيكم مبسوطين مع هلا إلى اللقاء اشتركوا في القناة